تصعيد لكن على الجهة المقابلة نسمع بأن الخطاب الحربي مازال مستمرا ألا تخشى المملكة بأن يتطور الأمر إلى الأسوأ؟ إذا كانت لدى البوليزاريو هذه الإرادة إذا كانت لدى البوليزاريو هذه الرغبة وهذه الإرادة في أن تسير الأمور إلى ما هو أسوأ هذا شأنهم وأكثر من هذا أقول أكثر من هذا أنا أرى أن ما يقع في هذا المكان الحق النظام الجزائري هو الذي يتحمل المسؤولية بحيث يعتبر أن البوليزاريو هي تحترى عايته واحترى إمرته وأتساءل كيف أمكن لهذه الميليشيات أن تتصرب إلى هذه المنطقة دون موافقة الدرك الوطني الجزائري وأجهزة المخابرات الجزائرية التي تراقب كل حركة صغيرة أو كبيرة لساكن مخيمات تندوف والحمداء والربوني في عين المكان إذن هناك شيء ما يحضر من طرف النظام الجزائري بهذا الخصوص وهذا إذا كان الأمر كذلك فهذه مسألة خطيرة بالنسبة لمسألة لمستقبل المنطقة ككل نحن نعلم أن الحراك الذي يعرف الجزائري اليوم وممصلحة نظام الجزائري اليوم في هذه الظروف تحديدا بفعل هذا أعلم أرى أنه في النظام الجزائري اليوم هناك من يبحث عن طرق للفتنة لأنه الأسف المؤسسة العسكرية دائما كانت تعتبر أن نجاحها في المستقبل يرتبط بمحاربة العدو الخارجي أو ما يسمونه اليوم العدو الكلاسيكي ويعنون بذلك بطريقة أو بأخرى المغرب فإذا كانت هناك تخوفات بعد هدوء جائحة الكورونا أن يعود الحراك مرة أخرى يعني قد يقول مراقب للأمور سيد الحسيني أن هذا الكلام ربما لا يصدقه عقلي أن الجزائر أصلا منشغلة في مشاكلها الداخلية وليس لديها ربما وقت أو مكان أو حتى ربما تفكير لفعل مثل هذه الأمور حاليا كثير من الأنظرمة التي لا تزال تعيش في ظل الحرب الباردة تعتقد أن فتح بوابة خارجية من شأنها أن تلهي الرأي العام الداخلي ومن شأنها أن تخلقها جو لالتفاف الوطني حولها من جديد وهذه الطاهرة معروفة في عدة أنظمة في التاريخ لكن اليوم ما نلاحظه أن السيناريوهات الممكنة هي إحدى السيناريوهين أمن الأول أن تبقى البوليزاريو فيما يذهبوا إليه ونحن نعلم أن المغرب الآن محصن بكيفية مدروسة وجيديران أمني يتوفر على وسائل إلكترونية للرصد والوسائل الدفاعية جميعا متوفرة ولكن إذا اختارت في السيناريو الآخر اختار النظام الجزائري أن يدخل مثل هذه المعركة سنعود إلى موقع مثلاً في سنة 75 في أمغالة واحد وأمغالة اثنين حيث تم أسر أكثر من 200 ضابط وجندي جزائري وفقط نتيجة لتدخل كل من الأمير فهد بن عبد العزيز الذي أصبح مالكاً في السعودية بما أنك أشرت مباشرة للجزائر نحن نأمل أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد لأن أخطر ما قد تعرفه هذه المنطقة هو مواجهة بين دولتين تذكر نابتك الدول الفاشلة التي لقيت مصيرها يجب أن نسمع رد سيد أحمد كروش على الجهة المقابلة